68 طبعا مرارا ذكرت والان ما اذكرت ترى البحار مو مصدر يمكن الاعتماد عليه البحار فتكتاب جيد لجمع الروايات اعزائي انت لابد ان تعرف كل رواية من اين نقلها من الاحتجاج نقلها من الكافي نقلها من توحيد الصدوق نقلها والمصادر هي ماذا هي تلك وإلا هذا ليس مصدرا بنفسه اعزائي احفظوا هذه القضية البحار ليس مصدرا يمكن ان يسند اليه الحديث البحار ماذا كتاب جامع لروايات المصادر الاصلية هذا من قبيل خلوا ذهنكم يمي اعزائي حتى هذا الخطأ العلمي لتقعون فيه ان كنز العمال للمتق الهندي ليس مصدر لتضحكون علينا الاخرين الكتاب كنز العمال للمتق الهندي فيهرس الروايات الواردة في كتب العام فيهرس يقول هاي الرواية واردة اين فيه فلان كتاب فلان كتاب فلان كتاب فلان تقول واخرجه المتق الهندي يا متق الهندي متق الهندي ده يسند هاي لمن الى البخاري الى مسلم الى الترمذي الى 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 غرض فالقيمة لأي شيء للبخاري لمسلم للترم للسنن للمسانيد لزوائد المسانيد لهذا الكتب مو لهذا الكتاب البحار من قبيل ماذا من قبيل كنز العمال ماذا طبعا مع فارق وهو ان كنز العمال بعد ما عنده تعليقات على الروايات في البحار ذكرنا بعد درس الاصول اخوة تذكرون قلنا لا كتاب علمي له اراؤه ولكن مو هو المصدر انا عندما انقل حتى بدل ما اجيب عشرين مصدر ويايا انقل ماذا انقل من البحار